قصص المخرج الأنجح والأشهر والأشرص في كل سنة وانت طيب؟ انت طيب أعمل إيه؟ الحمد لله لو سألتك قلتلك انت مين؟ مين انت؟ هترد تقول إيه؟ محمد سامي انت مين؟ انت مين؟ بتحس لو اتكلمت عن نفسك بكم كلمة كده؟ هتوصف نفسك تقول إيه؟ واحد تذاكر الهواية اللي بيحبها ورب نسحط على كرم وكان محظوظ وموفق يعني إيه مميزاتك وإيه عيوبك؟ سريعا مميزاتي بحب الشغل جدا بدي كل طاقتي للشغل عيوبي بتعصب بسرعة جدا عصبي طيب هنروح للخطايا بتاعتك بعد شوية هبتزي معك بأول قصة وأول قصة عندي هي نعمة لأفوكاتو طبعا البروموهات نزلت والناس بتتفرج على الحاجة اللي انتوا عاملينها وشكلكوا عاملين شغل جامد قوي ومي شكلها عاملة مجهود في المسلسل ده وغيرت من جلدها خالص بس دايما الناس بتسأل انت ليه دايما مصمم تشتغل مع مي عمر؟ ليه دايما مصمم على ده؟ انت مؤمن بيها للدرجات دي مؤمن بالموهبة بتاعتها؟ طبعا مؤمن بيها إيمان شديد جدا اني أنا ومي لما بدأنا الرحلة بتاعتنا من زمان جدا بدأنا اني أنا بحب الإخراج وهي بتحب التمثيل وعادنا ندعم بعض طول الوقت على ده وكان طموحنا واحنا عيال صغيرة اني لما نجبر كل واحد في شغله اني احنا نبدأ نعمل اللي احنا بنحبه سوا فيش حاجة ألز في الدنيا منوانا نازل الصبح رايح شغلي انا ومراتي ورجعين من الشغل مع بعض زي ما انتوا جايين مع بعض النهاردة كده بالزبط زي ما انت شفتي هي جاية معي النهاردة وانا بصور كل الناس عارفة او ملاحظة او خطة عنيها انت بتدعم مي قد ايه لكن الناس كتير ما تعرفش مي دعمتك قد ايه مي بتدعمك ازاي؟ ان انا اصلا اي راجل على فكرة ما عندوش حياة في البيت مستقرة ما اعتقدش ان هو ايه بيقى 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 ايه ب اخد راحتي ان انا عارف اكتب. مايه لما بكون بتكلم في التليفون واولادي حد منهم يكون بيكلم التاني بتاخدهم بهدوء بشوفها بعيني وبتمشي بيهم. مايه بتحاول دايما ان انا اكون شخص ناجح من اول معرفته. مايه لما بعمل غلطة او حاجة تجاه شخص او حد ناقل الوقت الصحة وتدخل تقول لي محمد انت غلطان. محمد انت لازم تعتذر. مايه بتخليني اكثر حتة الايجو ساعات لما انا اقول لا مش هعتذر عشان ملئيكو. تقول لي الاحسن والاكبر تخليني. مايه الشخص اللي بيخليني انسان اصلح. افضل. طبعا. هي بتطلع احسن ما فيك. طبعا. وانتو صغيرين دعمتك ازاي. مايه على طول بتسابفورتني. هي هي مايه ميز my best friend. مايه هي صاحبتي الصدقتي الصدوقة. اللي بتصدقني القول طول الوقت والفعل وكل حاجة. مايه اول واحدة اديها فيلم هعمله ولا مسلسل ولا ايا كان. واقول لها ايه رأيك وتقول لي بمنتهى الصراحة وحش. بمنتهى الصراحة لا مقرر. بمنتهى الصراحة مش حل. اول رأي صادق بيجيلي من مي. انا محور حياتي ميه وامي. دول اصدق اتنين في حياتي. الاتنين اللي بسق دايما طول الوقت. ان هما لا هيجملوني ولا هيجذبوا علي وان هما يحبوني افضل واحد في الدنيا. مايه انا بشوفها او انا بستلم جايزة. او انا بنجح. بتفرح اكتر ما هي لما بتنجح. مين هو ربنا سحوه تعالى ما ينعم على الواحد. الزوجة صالحة وزوجة كويسة. انا ربنا سحوه تعالى انا اكبر حظ ليا انه ربنا اداني ميه. في ناس كثير ما بتبقاش عارفة او مش متخيلة هي قد ايه وقفت جنبك. وهي كمان كان ليها دور كبير في حياتك. زي ما انت ليك دور كبير في حياتك. فدايما بيبصوا عن نقطة دي. وانت عمرك ما طلعت اتكلمت او محدش سألك. النقطة التانية هي هي عاملة ايه في حياتك. هي مغيرة ايه في حياتك. طيب. عشان دي ستات كتير بتغير بتغير من العلاقة. انت ايه اكتر حاجة بتحبها في ميه. تحب ميه دي. دي بتحبها قوي كده. محترمة ميه. شخصية محترمة جدا. ميه لو قعدنا انا وعشر ناس وجبنا سيرة حد ميه مش هتشترك معنا في الكلام. ميه من اول ما مسلت لغاية النهاردة عمري من حد هجمها وردت عليه. ميه شخص بيحب السلام. بيحب التعايش في السلام. مم. وبيقدس اللي هو بيعمله ومقتنع باللي هو بيعمله وما بتشغلش بالها بالاخرين تماما. في بعض الاشخاص من الزكاء ان هم يدعوا. مم. عدم الاهتمام بالاخرين. في بعض الاشخاص عندهم هبت دهالهم ربنا صحواته على ان هم فعلا ما بينشغلوش بالاخرين. مم. ميه ما بتنشغلش بالاخرين. ايه الحب ده كله يا سمي. لازم. بقى قوي يعني. ما لازم حبها. طب ما انت بتضايق الناس بحبك. لا بالعكس الناس اللي قلبها حلو على فكرة بيحبوا العلاقة دي. بفي ناس قلبها مش حلو. ما مش هتحسدكو كده. ملا بفيش مع الستات يعني مش مش لقى يا ده دلوقتي برضو يا سمي تلازم تعترف ده. بالعكس انا عندي الف واحد صحبي احسن مني. وعندي صحبتي مع جوزها احسن. فيه لا بالعكس الناس الكويسين بيلقوا بعض. مم. ربنا سبحانه وتعالى خلق عمل الطيبين للطيبات يعني. مم. فهو كده. طيب. وفي ناس هم مش طيبين فربنا بيديهم ناس مش طيبين.